عندي كلام كتير عن الاهلي بما انه احنا لسه برضو نعتبر في بداية موسم لكن السخونة الاحداث زي ما بيقولوا والدراما الحقيقة في الموسم قريبة جدا وبالتالي مهم جدا نشوف واحد ايه اهم الفوارق بين الاهلي الموسم ده وبين الموسم اللي فات والقصة هنا مش قصة صفقات بس لكن قصة طريقة لعب وقصة فكر مارسل كولر وخد بالك وانت بتتفرج حتى على الصفقات الجديدة طبعا صعب خلينا نتفق انه صعب جدا ان تقايم صفقة من مطشة او مطشين لكن الاين بتفرق الخبرة الكبيرة اللي لعبت واجهت عدد كبير من النجوم وعندها مشوار كبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر على مستوى كلاعب وعلى مستوى كمدرب يقدر يشوف ويقايم ويشوف اللي احنا يمكن ما نشوفوش او اللي زي ما بيقولوا بين السطور خليوني يرحف في البداية بكابتن مار همام قبل ما افتح معاه ملفات زي ما اتفقنا منتخب مصر ومصر كده يكون ان شاء الله الاهلوية كلهم عندهم طبعا يعني احنا دايما متطمنين للاهل حتى واحنا حاسين ان احنا مش في احسن احوالنا راهنا على الاهلي دايما كبير لكن مساحة الاطمئنان السنادي والثقة احساسي يعني الشخص اللي بشوفه عند الناس انها اعلى شوية من المواسم اللي قبل كده ليهم حقا جمهور الاهلي اه طبعا بنوك لسان طيب للسادة المشاهدين وجمهور مصر وبالأخص جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان ليهم حقا يعني جمهور النادي الاهلي يتطمن الموسم ده على قدم انه هو موسم صعب بعدد مبارياته بالمنافسات اللي فيه بالبطولات اللي فيه لكن المؤشرات او البداية يحمد بتدي طمقنينة بتبعت رسائل لجمهور النادي الاهلي الزكية المثقفة الوعية اللي بتبدأ بتحس ان فعلا النادي الاهلي الموسم ده هيقدم عروض افضل من المواسم الماضيات وفي نفس الوقت كمان الموسم الماضي كان موسم بالنسبانا يعني انجاز واعجاز بيحسب الجهاز الفني والجهاز الاداري الطبي اللي عابين مجلس ادارة النادي الاهلي مستر كولر اللي طبعا نراهن عليه من البداية وقالنا ان راجل المناسب في المكان المناسب الاختيار الجيد بالنسبة لمجلس ادارة النادي الاهلي بيقدر كابتن محمد الخطيب كولر هو رجل هذه المرحلة وشوفنا ان كولر من اول ما بدأ مشواره مع النادي الاهلي واضح ان الراجل عنده اسرار عنده عزيمة عنده شفافية عنده عدالة عنده علم نفس رياضي بيتعامل بيه مع لعيبة منتهى الشفافية والغريبة كابتن مهر انه انت بتكلم على جماهير دايما بتقف على الوحدة يعني جمهور النادي الاهلي تبقى كسبان الصبح بطولة افريقيا وتيجي بالليل تتعدل في مطش مثلا في الدوري تبقى الدنيا تقوم وبتعطش يعني موفيش حد وده يمكن واحدة من الحاجات اللي قالها بيتشو موسيماني بعد ما راحل انه في حالة ضغط رهيبة انا بفوز ببطولة افريقيا وبروح اكسر الدنيا في كسر عالم وارجع اخسر ماتش في الدوري الدنيا تقوم بتعطش يعني مع الحالة التواهج اللي حصلت كولر في احساس انه من اول موسم في كاميا وفي سقة حصلت من الجمهور في اسمه مارسل كولر بشكل كبير حتى ردود الافعال بعد خسارة السوبر ما كانتش مثلا يعني زي ما حصل قبل كده في اي خسارة النادي الاهلي لأي بطولة تفسيرك لده ايه التفسيري ان المنظومة ككل واضحة وبتشتغل بوضوح وبتنقل الشغل ده الجمهير العظيمة اللي وراه فعشان كده الجمهور عنده ثقة كبيرة جدا في هذه المنظومة اضعت بطولة في الدائت الموسم يمكن الراجل طلع وتكلم وقال من ضمن الاسباب انا اللعيبة عدم التركيز الثقة الزائدة عدم احترام الخصم ودي كلها دروس يا احمد اتنقلت للجمهير المصرية اللي هي عندها وعي جمهير النادي الاهلي عندها وعي بشكل كبير جدا وحسب احساس هؤلاء اللعبين لكن الاجمل بقى ان النادي الكبير نادي القرن نادي العظيم نادي البطولات ده محطوط تحت استرس هو وجهازه الفني ولعبته وجمهيره على طول لان خلاص هو هو تخلق كده وتحط كده وتنظم على كده وهو اللي عمل الحالة الجميلة اللي موجودة في الكرة المصرية اللي فيها السعادة وفيها الطمأنينة على اداء اللعبة النادي الاهلي اذا كان بالنسبة للمنتخب او بالنسبة للنادي الاهلي وعزا ارجع اقول يا احمد ان كمان حتى بدايتنا واستفادتنا من الدروس اللي احنا اخفقنا فيها او اللي احنا خسرنا فيها بطولة السوبر انعكست على طول بسرعة على الجهاز الفني واللعبين وده اللي بان في المدش المصري ده اللي بان الشغل اللي الراجل عمله من بداية فترة الاعداد في النمسا ودخول اللعيبة الجدد مع الخبرة مع اللعيبة القديمة مع المنتخب مع المنتخب اللومبي كل ده دخل يعني لحمة واحدة في سبيل اخراج الشكل اللي احنا شفناه في موراة المصري فموراة المصري يعني كانت رسالة كبيرة جدا لكل الناس النادي الاهلي قادم وقادم بقوة وقادم بتركيز وقادم بتاكتك وقادم باسلوب لعب جديد زي ما تذكرت حضرتك في كلامك واللي بيأكد كده كمان ان مستر كولر بعد المباراة سان جورج راح بيطم من الجمهير لان فعلا الراجل عنده عروض ودي عروض فعلا موجودة تطلقتها مهمة جدا لقطة هي الجمهير هي اللي نادت على مارسل كولر ومارسل كولر راح له التوجه ليهم وبيأكد بيأكد ان انا موجود من فعش اسيب النادي الصرحي الكبير ده والانجازات اللي انا عملتها تاريخ مستر كولر انا في رأيي حيتبني مع النادي الاهلي من احد البطولات لكن انا طبعا له تاريخ في اوروبا وا 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 لكن البطولات هاي اللي بتتكلم فالنهاردة تاريخ النادي الاهلي عامل حالة لأي مدرب يا هناء يا سعده اللي بيشتغل مع هذه المنظومة مع هذه المؤسسة وحتى كمان مع اللعبين والعظام اللي موجودين في هذه المرحلة فهو راح يطمن الجمهور لنا قاعد ان انا باقي مقدرش تسيبكم مقدرش تسيب الشغل الجميل وخلينا اتفق انه اي مدير فني جوه النادي الاهلي هيبقى محط لانظر ناس كتيرة جد يعني وخصوصا لما طبعا دي اللقطة اللي راح فيها اللي جماهير النادي الاهلي نادت عليه نادت على مارسل كولر والمارسل كولر فيها استجاب لجمهور النادي الاهلي وتوجه لتحييتهم لقطة في منتهى الزكاء من جمهور النادي الاهلي انه ينده على مارسل كولر ويدي له يعني نوع من انواع التكريم الجماهيري الحاجات دي بتفرق جدا جدا بالذات مع والله مع اي حد مش بس مع مش هقولكو تقول مع الاجانب لكن مع اي حد فكرة انك انت تبقى حاسس انه الجماهير عارفة يعني دورك وحجم الاضافة اللي انت عملتها وحسب اخلاصك وانت معك حقيقي دائما الجماهير كابتن مار عندها ترمومتر عندها مقياس كده تقدر تعرف اللعيب اللي بيلعب ده بيلعب من قلبه عشان الفانيلا ولا جاي قدي دوره وظيفة وخلاص المدير الفني اللي شغال ده جاي شغال وهو حطت قدامه الجماهير ولا جاي يعمل تاريخ لنفسه ويكون محط اهلي محطة لحتة تانية وخلاص فالجماهير من الزكاء انها تتعامل دايما وانا بحسب ليهم الحقيقة اللقطة دي في بداية الموصل وجمهور يحمد جمهور نادي الاهلي الأجيال دي زكية جدا وعندها ثقافة ووعي بشكل كبير وزي ما انت قلت بتحس مين اللي بشتغل بقلب ومين اللي عايز يعمل انجازات ليه والمؤسسة ومين اللي حابب هذا المكان فالرجل ده بصراحة من اول ما جيه تحس بالطمانينة تحس ان الرجل ده جاي فعلا عايز يكتب تاريخ لنفسه مع النادي الاهلي وفي نفس الوقت كمان يعمل تاريخ ليه النادي الاهلي فالجماهير اللقطة دي يا احمد دي لقطة بصراحة يعني تتحط في سجل مستر قولر وفي تاريخ النادي الاهلي الجماهير الوعية اللي وراء لهذه المنظومة الكبيرة جماهير يعني فهمة فهمة كويس قوي امتى النادي الاهلي مش كويس يقوم امتى النادي الاهلي عايز مساندة امتى العبا دي عندها ثقة محتاجين ان احنا نوف جنبها امتى العبا دي عندها اخفاق امتى العبا دي عندها اجهاد فكل ده كلام بقى غير اجيال نحن النهاردة احنا في منظومة في منتهى الزكاء في منتهى الوعي فالرجل طبعا راح لبى نداء جماهير وطبعا ما كانش عارف ان الجماهير بتنده عليه فدكتور خالد اعتقد هو اللي امور بينده عليك وعايزك فقال له طب تعال انروح لهم قال له لا اللقطة دي بتاعته كنت ترحالي حتى يمكن حكى الموضوع ده على السوشال ميديا وقال انه صور اللقطة دي من بعيد صور مارسل كولر وهو راح لوحده اللي يستقبل الجمهور ويمكن حتى في سياق الكلام بتاعه قال انه الراجل ده بالنسبة له هو شخصيا شخصيا ملهمة جدا بالنسبة له قد ايه هو استفاد يعني القصة مش قصة انه بيقوم بس بترجمة لكن التعامل مع مارسل كولر يعني اضاف لي او افاده بشكل كبير جدا في حياته يعني عايزوا لحاجة يا احمد زمان كده لما انا كنت شغال مع الالمان هول من ثلاث سنين وتسبل ثلاث سنين فطلطت بالكب احنا جان علينا فترة الالمان هم الالمان هم وفايتسا الاول صح وفايتسا الاول فكانوا الالمان هم اللي موجودين في المرحلة دي طب اسمح لي اف في الجزئة دي وهسمع بقى نرجع بالذكرات كده شوية ونفتكر مرحلة الالمان هنروح بس الفصل سريع كابتن مهر ونرجع نكمل كلام جانا مع حضراتكم مرة تانية في السادسة وبشرفنا نجمل كبير كابتن مهر همام والحقيقة يمكن يعني كنا قبل الفصل هيتكلم على مرحلة الالمان في النادي الاهلي والخبرات الكبيرة طبعا اللي هم اضافوها للقصة مش قصة كورة بس خدوا بالكم طبعا انت بنسبلك جمهور قصة الكوتشنج دي مدير فني بشتغل شوية تدريبات ويجي قبل المباراة يختار حداشر ينزله ويقول لهم على طريقة اللعبة هنلعب كذا 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 خد بالك من كذا ونت تتحرك وقصة وكان الله يعني بالسر عليه لكن القصة اكبر من كده بكتير وبالذات لما تكون هيتكوتش في نادي حجم النادي الاهلي سكوات بتاعك كلهم نجوم الجماهير بتاعتك وقفلك على الوحدة مش مستنية مطش صغير مطش كبير مستنية منك فوز واداء وعروض ويامه مدربين جابوا ألقابه ولم ينالوا ورضى جماهير النادي الاهلي وبالتالي المعادلة في الاهلي دايما غير نرجع لقصة هبتدي بالألمان كابتن نمار قبل ما ادخل معك في قصة يعني ايه مدير فني النادي الاهلي خليني يبدأ معاك بالفلاشباك من قبل الفاصل بتقول لي في التسعينيات بقى تصوبل وراينر هولمن الاثنين طبعا من المدرسة الألمانية اللي جمت وقال له مسألة النادي الاهلي ومن قبلهم طبعا ديترتش وفايتس قبل من الهيتكوتش عاز اقولك وانا شغل مع الألمان كنت اطلطت من كابتن صالح كان وطاقه رئيس النادي الله الله يرحم فلتقول لك كابتن صالح عاز اطلع مع عايشة مع بير مونيخ او فرقة من الفرق الألمانية الكبيرة فعل يهمه ده انا جيب لك الجديد عندك قال لك يهمه اه يهمه اه بيدلعني الله يرحمه يهمه انا جيب لك الجديد عندك قاع جنبك شوفوا بيتكلم ازاي بيأكل ازاي بيتعامل ازاي على السوشيال ميديا بيتعامل معكم ازاي بتعامل مع الجهاز ازاي بتعامل مع الجمهير ازاي التحضرات في شغله مش زي ما انت قلت ياحمد كده هو مش جاي يعمل تمرينه وحيتك على الله لا شوف هو جاي اليوم الكامل جاي من الصبح الساعة سبعة وبعدين بروح الساعة سبعة اليوم الكامل ده في فترتين تدريبات منها حاجات علم النفس منها حاجات تاكتيكية منها حاجات خاصة لا شغل 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 يعني قوي جدا وجامل جدا فقال لي أنا جاي بالجديد جنبك قاعد انت قعد تعايش معاه شوف الراجل ده في المواقب بيعمل ايه شوف هو بيأكل بيأكل ازاي شوف هو بيتكلم مع العيبة بيتكلم ازاي شوف اللي بتعامل في العامل النفسي مع العيبة بيتعامل ازاي مشاكل معاين او مواقب صحبة بالضبط اتحط فيها خبرات يا احمد خبرات وعلم موجودة جنبك بتستفد منها بس مش كل مديرين فنيين اللي اجرب كده كابتن ماه يعني ممكن حد يقولك في مديرين فنيين جوم اشتغلوا ما حسناش بيهم وفي مديرين فنيين جوم قاعدوا هنا حتى بعد ما مشوا من نادي الاهلي فضروا فضلوا قاعدين ومربعين والناس عمرها ما تنسى فترة وجودهم مع نادي الاهلي الفرق بين بقى الهيد كوتشي يعني احنا على مدار التاريخ هتلاقي الهيد كوتشات اللي جات اللي اثارت بشكل كبير جدا في منظومة النادي الاهلي في الجماهيرية واللعيبة والنتائج والبطولات هتلاقي مثلا ايام نحنا في جيل السابعات الهيد كوتشي وبعدين كلوتشاي سنة وبردك اثر بشكل كبير جدا وبعدين جيه فيتسا الالماني سنة انت اشتغلت معهم لغاية فيتسا طبعا قبل كده اشتغلت معهم كلاعب 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 وتكتسل خبرات طبعا عظيمة في خلال اللعب لما بتتنقل بعد كده وتشتغل في التدريب مع هؤلاء العظماء بتوبع حاجة تانية يا احمد انا في رأيي السنة بخمس سنين السنة بخمس سنين مع الكوتشات دي وبعد كده طبعا منول جوزيه الرجل العظيم والله يا وليفة مرحلة فيتسا برضو فيتسا سنة واحدة لكن ومع منتخب فيتسا الشغل مع المنتخب وبعد كده طبعا منول جوزيه وفيتسا ماشي عشان او يعني ما كانش عنده ربا في الاستبرار عشان قصة الدوري اعتقد هو الرجل الرجل قال لهم انا يعني دوري واقف واخد فلوس مش من حقنا ان اخدها يعني فحطر ان انا يعني وبعد كده فيه هولمن فيه هولمن وبعد سوبل وبعدين رينرد سوبل لكن برضك ما كانوش باعث وفيه ألن هارس في النص وألن هارس ما كانوش بعظمة الهيد كوتش اللي احنا نتقرنا عليهم اي اي فانعاز اقولك اني يعني طبعا حديدي كان بيحكي لي مرة على مطش فالاهلي كان بيعمل مطشط يعني في مرحلة التحضير والاعداد للموسم كان بيسافر دايما بره فأول سيزن يمسك هولمن مع النادي الاهلي رايحين يلعبه مع فريق في الدوري الالماني كان جايب تقريبا مركز خامس فهولمن بيقول للعيبة قبل المطش يعني في المحاضرة وكده يعني انتو ما تقلقوش من النتيجة ما تفكروش في النتيجة ممكن نخسر أربعة ممكن نخسر خمسة ما تقلقوش وإحنا جايين بنحضر لسيزن الجديد وعايزين نعمل شغل معين أو نتفع على شغل معين هو ده المهم ان احنا ننفذه ونطلع به من المطش فكابتن عامر يقولي نزل الأهلي نزل شوت الأول واحد والشوت التاني التاني والأهلي طلع كاسبان مطش 2-0 بلده يدن هولمن نفسه ما بقاش مصدق يعني الأهلي كتابتن عامر ستدوري تفاجئ بالظبط في تحضير وإعداد في أوقات كتير جدا برضو المدير الفني ممكن يبقى وخصوصا لما يشتغل مع نادي زينادي الأهلي يبقى جاي مش مدرك لإمكانيات النادي مش مدرك لطبيعة المنافسة مش مدرك لحجم الجماهيرية وده يعمل له ضغط يخليه في أول سيزن على العكس تماما ده حصل مع كولر طبعا ده ديتريتش فيتسا صورة طبعا قديمة شوية ولما جي الأهلي جي أكبر من كده شوية لكن طبعا واحد من المدربين اسمهم ما يتنسيش يعني ما عادش كتير لكن اسم ديتريتش فيتسا ما يتنسيش زيه زي طبعا كتير من الأسماء اللي عاشت معه وبعدين نعمل كل المنظومة اللي حوالين شغالة ما حوالين هذا كوتش استفاد استفادة كبيرة بس هو في الأهلي يا كابتن مهر هو صاحب الأمر الأول والأخير طبعا طبعا هو الأمر الناهي بتساعدك المؤسسة حطة إيها في ظهرك يعني مجلس إدارك كاب صالح بأول اجتماع لينا مع مستر هولمل قال أنا عايزكم أنا عارف أنه حتنجحوا الراجل ده إزاي حتساعدوا على النجاح إزاي وإحنا معاكم حطين إيدينا فالمنظومة ككل بتبقى حطة إيها في نجاح نجاح لا أعصد أقول كمان قلية العمل وتوزيع الأدوار بالضبط يعني الراجل ده مع جهاز فني كبير جد يعني أنا فاكر لما جي ريكاردو سوارش الأهلي واتعمل نادي عمل مؤتمر التقديم بتاعه كان جاي بجهاز فني ما شوفتش عدد زي ده تخصصات تقالي مارس الكولر كمان يعتقد أنه وصل لنفس العدد وبيدي كل واحد المساحة والصلاحيات والناس دي ما بتهزرش بالضبط يحمد هو ده التخطيط اللي بيتبني من خلال الراجل ده مش من أي حد فالراجل ده هو اللي بيخطط ليه جميع الأجهزة اللي بتعاونه في هذه المهمة عشان كده تلاقي دكة النادي الأهلي دكة منضبطة ما حدش بيقوم زي ما احنا بنشوف كده يعني في دورينا الجميل ده تلاقي مساعدة المدرب بيقوم بيوجه تلاقي اللعب بيقوم بتاع العلاج الطبيعي بيقوم تلاقي حتى العامل بتاع غرفة الملابس بيقوم حقيقي والله يا أحمد وأنا عاز أقول لك حاجة لازم الناس تاخد بالها بالذات في بداية الدورينا الجميل ده الدور المصري لازم الانضباط يبقى من خلال الدكة بمعنى بمعنى إن المدير الفني بس هو اللي بيتكلم بيتكلم مع الحكم بيتكلم مع اللعيبة جوة بيتكلم مع الدكة بره فدي كلها تخصصات المدير الفني وهم شطروا في الحتة دي بيضاروا بسرعة بيروحوا عاملين انضباط جابوا لنا عليش وإحنا بنتكلم عن الدكة جابوا لنا صورة طبعا هيدوكوتي والكابتن محمد خطيب فالانضباط اللي على الدكة ده مهم جدا جدا ليه بقى ومدارسة كابتن مهر يعني في مدير فني مدرسته إنه مدام أنا أقف على الخط خلاص خلاص أنا في مدير فني تاني سايب سايب الدنيا بترجع للشخصية بي يا حبيب شخصية اللي يتكوتش الشخصية القوية ولا في ناس من الجمهور ممكن يقولك ما ترجع لثقافتنا ما احنا أصحنا مرأب المباراة والجهاز الفني بتاع الفريق المنافس قايم والحكم عايز حد يكلمه يعني ملناش دعوة بي ملناش دعوة بي ملناش دعوة بكل المنظومة دي احنا لنا الملعب لنا التسعيندية لنا المكسب لنا الأداء لنا تعليماتي تعليماتي للعيبة أنا قررت صح القرار الأول والأخير لي لي الشخصية بتفرض نفسها وأعزو لك يا أحمد أن الاحتقان اللي بيحصل فوق في المدرجات سبب الدكة لأن الدكة هي اللي بتنعكس على الجميل فوق لما بيشوف المدير الكرة بيبدأ يحتج على الحكم ويبدأ يشوح ويبدأ وبعدين اللعبة بتبدأ تخب وبعدين الرجل على الدكة يقوم يبدأ يشوح هو عايز تخاني ويحنا شوفنا أفتكر في الأسبوع ده في بيرمد زيمكن والزمالك حصل الاتحان بين الأجهزة الفنية معقولة بقى إحنا القدوة القدوة اللي موجودة داخل البساط الأخضر للعيبة والحكام فأنا شايف أنا شايف مهم جدا جدا أن النفوق عشان يحصل أمان للجمهير العظيمة اللي جاية أنه بفيه انضباط داخل الملعب من الدكة وانضباط داخل الملعب من اللاعبين واللي يتعدى حدوده لازم يبقى فيه ليحة قوية دي موجودة في الناد الأهلي اللي بتعدى حدوده على الدكة بس دي مش مسؤولية أندية كابتن مه يعني إذا كان الأهلي البنش بتاعه منضبط بحكم أنه فيه حد على رأس الجهز اسمه مارس الكولر فارد حالة معينة ومحدد أدوار معينة ومدل صلاحات معينة ومدل كرة طبعا كابتن خلد بيب لكن أصدأقول القصة هنا مش قصة أندية برد قصة كرة وقصة ربطة أندية وربطة الأندية ومسابات لازم يحطوا معايير وحطوا لايحة الجزئية دي لازم وتبقى تعليمات من بداية زي ما هو بيدي التعليمات الحكم للعبين داخل الملعب هو للانضباط عموما مفتخط في ملعبنا مع هو إحنا طول عمرنا يا أحمد أن الجانب الإداري في التحاد الكورة ضايع من جهة سنة معلش يعني إحنا كنا أنا فاكر كويس جدا كلام ده مش تاريخ يعني كلام ده قريب مش بعيد إنه إنه إحنا في 2006 نمهور الكورة في مصر عملنا قدام العالم كله بالضبط طابلو في إزاي تنظم مطشط بطولة أفريق جماهير الكورة المصرية قدمت طابلو أكتر من روع كان المفروض ناخد من ده ونبني عليه والصورة اللي اتشافت في 2006 في ملعبنا في مصر هنا تبقى موجودة في مطشط الدول بالضبط ومطشط الكاس ومطشط أفريق يعني نبدأ نقلد نبتدي بقى نشوف النهاردة بنشوف في إنجلترا أسر أطفال ناس كبيرة رجالة أو ستات في ملعب كورت القدم والصورة أكثر بسرعة ذلك أحمد الناس بتنسى الناس بتنسى فمحتاجة اللي يفقرها فأنت النهاردة تؤمن مقتون ما الدنيا فيها شبهة انفلات يا كابت المهر طبعا مش حقدر فيه كتير جدا نفسهم يروحوا مش هيفقروا يروحوا فهي موظي لكن أنت تقدر تعمل تقدر ولازم يعني كلمة السبات الانفعالي دي مش كلمة كده بس إحنا بنقولها لازم تنعكس على كل المنظومة السبات الانفعالي يعني أنا إزاي أمسك نفسي وأنا وأنا عصبي يمكن إحنا من بره شايفينها سهلة لكن الناس اللي جوا شايفها صعبة أو شايف أنه التطبيق الكلام ده يعني ضرب من الخيال أو يعني حاجة حاجة مستحيل هي بقى يا أحمد لازم زي ما أنت بتحل المباراة بعد نهايتها بردك الحاجات دي لازم تتحلل بعد نهايتها النهاردة حصل حصل انفلات على دكة يعني أنا أقول لك المباراة اللي قال لك عليها عمر دي إحنا كنا أول مرة نشتغل مع هول ما بقى مباراة بقى خايفين جدا مباراة والترتيب الخامس على مش فاكر الاسم الفرق وكنا 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 عصبين جدا جدا إحنا الجهاز أنا وسبت البطل وإكرامي واللعيبة يعني غصبا عنك بقى أول ما دخل هولمن بين الشوطين عمل اجتماع لينا مش للعيبة للجهاز للجهاز وقال يا جماعة لو حنستمر بكده لا حيبا في كلام كلام حزعالكم من من بداية اليوم ده وبعد ما خلصنا الماتش وروحنا عمر محاضر لنا احنا حط النعايير بقى والانضباط للدكة من خلال تعليمته هو يا جماعة لو عندك معلومة قولها المحسن تنطوي ومحسن يقولها لي وانا أعد أفكر فيها ووزنها وشوفها أه ولا لا لكن انت عشان تقوم وتتعدى وتروح وتقول للعيب كذا كذا كلام ده مش حيمش معايا ودي كانت من ضمن الخبرات اللي احنا اكتسبناها من خلال انضباط الدكة من خلال المدرين فنين العظام اللي احنا اشتغلنا معاهم فدي حاجات بتبقى طبعا من شخصية الراجل مع طبعا مساعدة المدر الكورة خالد بيبو أو سيد عبد الحفيظ لكن مش بالخناة قصة الناس تقول لك قصة سيد كان ويبير عن الحمراء للحكام يا جماعة لا لا احنا أكبر من كده وخالد بيبو هادي وراجل الرزين لا يا جماعة دي كلها تعليمات المدر الفني لو هو عايز مدير الكورة يطلع ويوري العين الحمراء حيقول له واخبالك مش عايز خلاص حيامتسل الدكة والانضباط اللي احنا موجودين عليه طبعا كورة بقى شايف فيه اختلاف يعني احنا سعي حمل عبنشغل ثلاث مطشاط الموسم ده سيبك من المطشاط الودي كبكالة مع الرسمي هل شايف فيه اختلاف في الاهل السندي أو في كورة الاهل السندي عن الكورة اللي قدمها مع كورة السنة اللي فاتت هو الاختلاف يحمد للأحسن نتيجة الاختيارات اللي انت اضفتها اللي احنا كلنا بنطالب فيها عزين اختيارات دم جديد يقدر ينشط لنا المرحلة اللي جاية الصعبة اللي احنا رايحينها فالراجل طبعا باختياراته ونظرته ورؤيته واختياره للخريطة اللي هو عاملها في بعض الاماكن كان محتاج انه يعني يلاقي لعيبة امام عشور في نص الملعب بصراحة يعني من ضمن الحاجات اللي حسستنا ان حمد فاتحي ممشيش ان امام ده تكملت الحمد فاتحي ويمكن بافضل من التحضيرات من تحضيره للهجمة من متابعته ليها من السيست اللي بيشتغل عليه من ضمن التصويبات كمية الجري اللي بتتعامل من البوكس للبوكس حاجات كلها فيها احترافية حاجات فيها كلها مكسف فيها زكاء من امام عشور وده لسه يعني امام هنتفرج عليه في الفتر اللي جاية بشكل كبير يعني بتهدي فيه لعيبة كتير لسه يعني احنا طبعا العارضين اللي قدمهم الاهلي المصري وسان جورج مرضيين لجمهور النادي الاهلي لكن فيه احساس انه القمشة دي تطلع اكتر بكتير لسه لسه مجناش وده جزء مهم من الكلامي معاك النهاردة ازاي نيجي بسرعة لانه عندناش وقت انت عندك كمان شهر من دلوقتي كمان اقل من شهر من دلوقتي هتبدأ السوبر ليج وبعدها على وطول هتخش فيه بريك صغير وتخش في كاس العالم فدول اصعب مواجهتين بطلتين السنة دي حتى اصعب من الشامبيونز ليج صح ولا ايه بالزبط تمانية الكبار في افريقيا والسبعة الكبار على مستوى العالم اختبار يحمد حيب اختبار قوي طبعا بس خلينا ناخد برضو تقييمك طب انت اتكلمت على امام خلينا ناخد تقييمك رضا سليم رضا كمان حاجة جميلة جدا سرعة وقوة وقلب يعني تحس ان رضا يعني ابن بابناء النادي الاهلي طالع من تحت بينافس بيرسيتا ولا بينافس حسين الشحان وهم كلهم بينافسوا بعض انا عارف بس انت شايف انه يعني يعني خلينا نقول انه لما قول على حسب المستوى مش حسب الامكانات انا شايف انه امكانيات الاجنحة بتاعت الاهلي كلها عالية ويميز اجنحة الاهلي ان كل واحد ليه ستايل يعني الشحات سكة تو سكة تانية خالص رضا سليم سكة تالتة عبدالقادر سكة ربعة لو انا اعتبرت انه كهرباء وكريم فؤاد رغم من رجل يعني مش مركزهم اللي بيعتمد عليهم فيها كهرباء اساسا جناح لكن دخلين راس حاربة طاهر كل واحد ليه المميزات بتاعته لكن في النهاية انا شايف انه انه اكتر اتنين فايقين ممكن اقول تهو حسين الشحات بالزبط واكتر صفقة دخلة اثبتت نفسها من اول ماتش عند الجمهور مش هقرى كولر ايه رضا سليم فبالتالي شايف رضا لو هينافس بما انه التلاتة ممكن يكونوا الاكتر جاهزين عبدالقادر ظهر في القطاط عمل شو لطيف جدا وانا بحبه جدا عبدالقادر بصراحة بيمتعني كرة لكن في النهاية يبدو انه مش في المراكز يقولوا عند كولر ممكن التلاتة دول يكونوا اقرب لكولر في مين بينفس مين الشحات ورضا ولا تا ورضا هو يعني عايز اقولك ان الخريطة اللي رسمها مستر كولر حيبدأ ياخد القماشة اللي هتناسب كله مباراة حياخد تشكيلة اللي تناسبه في كله مباراة يعني كله مباراة هتفاجئ التدوير بقى بالزكاة اللي هو بيعمله الراجل التدوير يعني ممكن ابدأ ببيتستاو وابدأ بحسن الشحات وبعدين رضا ييجي اهو ابدأ برضا وريح يعني هيبقى فيه ادوار للعيبة المميزة اللي هي اللي احنا كنا بنقول يا هنا يا سعدو انت عندك ورق وماشة يحمد تقدر تدفع بيها في اي مباراة وانت متطمن وبعدين عندك دكة كمان دكة ما شاء الله تقدر تدفلك لو حصل ان الدنيا وقفة معنا يقدر الدكة اللي موجودة اقدر من خلال البدلاء اقدر اغير نتيجة وشكل المباراة فهي حلاوة المنافسة ان انت عندك في كل مكان ثلاث لعيبة ودي يعني سبحان الله مش موجودة في اي حتة في العالم فنعضة فرصة ان يبقى كلر عنده ثلاث لعيبة في كل مكان واحنا رايحين زمان حضرتك ذكرت رايحين للأصعب فده دور مهم جدا جدا الرجل بيشتغل عليه وتملي الرجل يقولك ان انا تملي اشتغل على كل محطة انا رايح لها باسلوبها بطريقة لعبها بعدها اللعبين وحاجة جميلة كمان احمد يقولك انا حلعب اللعيب الجاهز اللعيب اللي بينافز اللعيب اللي منضابط كمان نسينا الضوت كيستو ايه او بيمن مضارع على الشاشة اه يعني انا انا كمان عايز اقول ان الضوت ده بردك لعيب من اللعيبة اللي لازم تاخد فرصة خلال الفترة اللي جاية لانه بردك لعيب عنده امكانيات كبيرة جدا ده مشروع جوهرة مشروع هاية مشروع جوهرة بصراحة وبعدين يا احمد انا ضد ان حد يمشي يعني تملي هنا معاك كنت اقولك ايه احنا محتاجين طفر كل لعيب الفترة اللي جاية دي بلغة القورة احنا محتاجين 25-30 لعيب بصراحة لان احنا رايحين لمرحلة في منطه الصعوبة اللي في الدنيا فالنهاردة ده مش محتاجه لا هحتاجه ده مش جاهز ده ايه جهز ده ثابت وجوده يزيد اكتر الحتة التانية كمان يا احمد مهمة رأس الحربة اي مهمة جدا مودس اه مودس مهمة جدا ان طبعا ناخدوا السقة اي ويبدأ يخش المرحلة اللي جاية لان احنا محتاجين بشكل بير جدا خصوصا ان هو لعيب مميز داخل الصندوق لعيب بيجيد داخل الصندوق عنده العاب الهوى بيجيد ضربة كورة بالرأس بيجيد بيحرز منها اهداف قوي عنده متابعة في كل كورة محطة اسست يعني طوله مية خمسة وتمانين مية تسعة وتمانين قوي بيجيد تصوير برجلين الاتنين فمحتاجين المكان ده يبدأ ينور بسرعة وده دي تمرين تبارح انا قلتلكم نهاردة مثل كولر اللي بشعر طويل ده كباكة عطاق كباكة بردك من الدم الجديد اللي الراجل كمان اتفاجأ بيهم صراحة يعني عشان كده ضموهم معه هو من العيبة المتقلقة مع القطاع تحت اي مع القطاع تحت صراحة ولعب مباشر اي انا شايف انه هو صور ضم قبل كده معتاز محمد اه وضم زعلوك فوالح الممتبع ومهتم بالعناصر اللي تحت كمان بالقطاع اللي تحت اي وطبعا هو على التواصل بينه بين طبعا وليس سليمان وبد الرجب وخصوصا من المباراة الحبية كمان يحمد بدك من بين الحاجات اللي الرجل حطيتها في الحزبان ان بعد اه تاني يوم على طول مباراة رسمية المباراة حبية المباراة الحبية ديت او التراي ماتش دوت مع خصم ممكن يكون مستوى متوسط فور متوسط لكن الهدف منه ان الجهاز موجود بيتابع كل اللعيبة حتى النشئين بيشاركوا بشكل كبير وبيقدر كمان يقيمهم لان طبعا ازاي بقولك في المشوار هيحتاج بعد ويخلي التيم كله رجله في الملعب يعني كله بيلعب وثلاث حكام ووقت المباراة ووقت ضايع وطاكتيك وليحة مكسا وفسارة انا ما بخدش فرصتي لا اخد بقى جزء برضو بتغالي يا مهم جدا سوف انه فكرة انه كانت يبقى عندك 30 نجم في الفرقة كل واحد من سكوادر اهلي يدل لو راح فرقة هيبقى نجم الفريق صح ويحسسه بنفسه وبذاته هيبقى كبير جد ففكرة انه هم كلهم يبقوا عندك في تيم وتسيطر وتطلع من كل واحد فيهم افضل ما عنده ومحدش يزعل او حد يتراجع او حد يعني يجيب وراء دي برضو مهارة طبعا مهارة بترجع للراجل وكمان مهارة بترجع للعيبة ان اللعبة دخل في منظومة يحمد عارفة اللي بيعمل كده هياخد كتف برا الصراع ده وبعدين حتة اننا تقمص خلاص احنا لعبا محترفين ولا مكبار منفعش اننا تقمص ببالعكس انا اشجع اللجوة وتمنى له التوفيق عشان لمنزل هو كمان يتبادل معايا نفس الشعور هو راجل حتى بقى بيغار احنا لعبايا السنة دي بنغار بالخمسة بالزرط خمسة مرة واحدة خمسة بيطلعوا خمسة بينزلوا والخمسة اللي بيطلعوا اللي داخلين ما شاء الله منتاز سعادة اللي في الدنيا هو ده ونزيل عبوا يعني نزيل يطلعوا كل واحد عايز يقدم للراجل اننا اننا حق اننا موجود اننا ممكن نكون رقم واحد اننا ممكن ما تشألش اننا ممكن قبل لحرز اهداف انا ممكن نكون مؤثر بشكل كبير وهو ده حلاوة الشغل وطبعا الرجل في منتاز السعادة ان المنافسة دي موجودة عنده بالكم ده يقدر يحط يده يجيب هنا يقدر يحط يده هنا يعني مديالك حرية كمان سلحة الاخرانية برضو مرتبط كان يعني مكررة من السنة اللي فاتت صحيح ما فيش شك اللي عملت صفقات والاهلي من اقل للاندية اللي صرفت فلوس على الصفقات يعني مقارنة با يعني اللي جي للأهلي من صفقاته يعني انت بعت حمدي فاتحي وبعت محمد شريف صحيح الاتنين دول فبالتالي حجم انفقك ما كانش كبير قوي على الصفقات يمكن مودست وزيادة عليه شويتين هو ده في فرقة تانية اشترت 13-14 لعيب على كابتال لكن في النهاية كقيمة مضافة احساس الجمهور انه الاهلي لقى حصل اضافة كبيرة جدا عليه السؤال هنا بقى ونحن نتكلم على بداية موسم جديد هل الفترة اللي فاتت عملت الانسجام الكافي هل المساحة التفاهم او فهم دماغ ميستر كولر او فكر ميستر كولر ظهر على كرة الاهلي في الثلاث مطشط دول ولا ده يحتاج لوقت اكتر من كده هو طبعا فكر الراجل مع مرونة التكتيكية اللعبة اللي انت اخترتها هيساعدك بشكل مير قوي يعني انت النهار ده لما تطلب من اللعبة اللي احنا ذكرناها كل اللعبة دوليين ولعبة بس احنا حتى احنا بنكسب المصري اربعة وحتى احنا بنعب مع سان جورج كان فيه فترات كتير تحس ان فيه اه بنكسب اربعة وثلاثة واه مسيطرين في المطشين تقريبا بس كنت تحس ان فيه فترات كتير اه فيه لغبات اه او بنبعد شوية اه او بنبعد شوية هو ده حل اللعبة المصري كل عشرة ده ممكن يبعد شوية وبعدين يرجع تاني لكن فيه حاجات تكتكية بتتعمل واضح قوي من الراجل داخل الجيم وانت لما تيجي تقيم المباراة يا احمد بتقيمها على التلت الهجومي تلتين الاولينين ببقى حاجات مطالبات قليلة تشتيت تحت ضغط اللي على الدايرة بداية الهجمة لكن بقى الشغل الفعلي هو التلت الهجومي اللي بيبان بقى الجملة التكتكية اللي تتعمل النهاردة بقى عندنا مجميع من الأطراف بين قوي مجميع شغالة وبعدين عندنا من العمق فيه زيادة عددية وبعدين فيه دبل باص وبعدين فيه تصويب وبعدين فيه حاجات بالكعب وحاجات اختراق صحيح يعني بيبان شغل بصراحة الراجل بشكل كبير جدا فيه التلت الهجوم خلينا عضح بس الجزئية بتاعت انه الاهلي اقل انفاق المبلغ يتجاوز يمكن التلاتة مليون ومن محمد شريف حوالي واحد واحد وثمانية من عشرة مليون فبتتكلم تلين في حدود خمسة مليون وهو تقريبا ده المبلغ اللي اتكلفته صفقات امام وامام من ميتلند وردى سليم من الجيش الملك المغربي فبالتالي اللي طلع من خزينة النادي الاهلي هو صفقة انتوني مودس فقط لغيره وبالتالي قياسا على ده يبقى لا اهلي ما صرفش كتير في المركات وده بقى عندنا شطارة طبعا مودس كان عقده هو مباشرة لانه فيه ترانسفر هو ما كانش كان عقده مرتبط مش مرتبط يعني مع النادي تاج بس حبيت اوضح الكوزية دي عشان تبقى بقى فيه شطارة واستفادنا من الفترات اللي قبل كده كابتن محضر خطيب وإدارته للملف ده فيه شطارة وبقى فيه شطارة وبقى فيه وعي ويعني بنحط ده فيها انت شاركت في كاس عالم وصلت قبل نهائي وصلت نهائي دوري أبطال أفريقيا وخدت البطولة ففيه 4 مليون دولار كاس عالم اعتقد كان 2.5 مليون دولار السوبر أفريقي حتى مع الوصافة فيه جايزة مالية السوبر المصري مرتين فأربح كرت القدم تحديدا ما شاء الله ما شاء الله يعني الحمد لله موسم ناجح جدا لنادي الأهل طب أجي معاك ليه بقى يا كابتن مهر كنت بسألك في حتة الانسجام وشكل الأهلي وكرتو أنا بغانا بتفرج على الأهلي وسان جورج أنا مش شغلني ناتجة المباراة ومش بفكر في ان احنا نروح دور المجموعات ولا لا دي حاجة بالنسبالي شبه منتهي وحتى لو بفكر في مطشات عندي مطشي أمبي فقبل نهائي كاس ان شاء الله بإذن الله متطمن بإذن الله ان احنا نقدر نكسبه ومن بعده مطشي لإسماعيل لكن اللي بفكر فيه دايما هو انه زي كولر يستغل الفترة دي انه يوصل بالفريق لأعلى معدلات الليقاء الفنية والليقاء البدنية ومعدلات الانسجام وانه الشكل العام لكورة الأهلي تبقى المعالم بتاعته واضحة لانه زي ما قلت في دائرة الحلقة انت عينك عين جماهير النادي الأهلي في كل مطشي بتلعبه هنعمل ايه في السوبرليج وهنعمل ايه في كاس العالم هو ده السؤال اسئلة الموسم من الآخر لأهلي يعمل ايه في السوبرليج ولأهلي يعمل ايه في كاس العالم سؤال مهم جدا يا احمد انا عايز اقولك انه تملي تملي من لما بتاخد الراحة الواحد وعشرين يوم السلبية وبعدين بترجع بتبقى تلاتين في المية بعد فترة الاعداد ممكن تزيد بالموروات المتدرجة ممكن تزيد تبقى اربعين في المية فعشان كده احنا كنا بنعاني يعني احنا خسارتنا للسوبر الافريقي احنا موصلناش للحالة اللي انت تتكلم عليها البدنية اللي يتعدي سبعين في المية الفنية التكتيكية لان ده بقى علم ومهما اشتغلت عليه بيقالوا معايير واسابيع ومحطات عشان توصلها ايه فالنهار ده مستر كولر بدأ بالمعسكر وبعدين مباراة السوبر مباراة متدرجة مبرأة ومباراة اللي عبناهم وبعدين السوبر وبعدين بدأنا الدوري وبعدين بدأنا دوري ابطال دوري ابطال انا بقولك ان الشكل اللي ان شاء الله بإذن الله الناس هتبدأ تطمن عليه بعد الاسابيع اللي جاية عشان يبقى انت علم التدريب بيقولك من بعد فضل الاعداد ست اسابيع يبلك شكل تيم احنا عندنا تلات موشات يا كابتن مي تلات موشات عندنا سان جورجي من الجمعة وعندنا يوم اربعة اعتقد قبل نهايكس مصر مع امبي وعندنا يوم تمانية الاسماعيلي في الدوري ده على ما اتذكر يعني الزاكرة ما خانتنيش التلات موشات دول هم التلات موشات الرسميين الواحدين اللي قبل الاهلي قبل ما يبدأ مشوار واحد وعشرين يوم اشغال شقة في الدوري الافريقي هم التلات موشات دول يا احمد اللي حيطمنوك زي ما بقولك كده زي ما علم التدريب بيقول اشتغل فيهم اشتغل فيهم اشتغل فيهم كويس اوي 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 عشان اروح للمرحلة الاهم فالنهارده ده تدرج في علم التدريب تدرج من ناحية اللياقة البدنية هتزيد لان هي المباراة اللي بيجيب يعني المباراة في علم التدريب بيسموها الحمل الأقصى أعلى حاجة اللي هي بتدعك اللعيف فيها فبيزيد اللعيب من ناحية البدنية بيزيد من ناحية الفنية بيزيد من ناحية التكتكية فالتلات مباريات دول انا شايف ان هم مباريات طبعا مستواهم سان جورج شايفة إزاي كابتن ماهر وأهم الحاجات يعني إحنا تأهلنا بتهيأ لي متفق صعب سيناريو 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 نرأي يعني التأهل موجود مباراة خالية من الضغوط تقريبا تماما منافس في المتناول إلى حد كبير مباراة على أرضك وص جماهيرك إيه اللي هتشتغل عليه في ماتش سان جورج أو إيه الأهداف اللي انت كمدير فني وانت حطت على عينك بعد كده طبعا الماتشوات اللي جاية إيه الحاجات اللي انت تحاول بتحقق أفماتش سان جورج التدوير يا أحمد هو حيدور حيعطي الناس اللي ما أخدتش فرصة مع الخمسة البودلاء اللي هما بدأوا في الشرط التاني ممكن من بداية الممراه يبقوا موجودين في صفة أساسية بعض العناصر اتكلمنا عليها اللي هي لازم تاخد عشان تبدأ تخش في المنظومة زي الضو مهم جدا فدي من ضمن الحاجات اللي مظلوم الدواء كابتن لا مش مظلوم هو سبحان الله يعني ساعات ساعات تلعب ييجي بيبقى في مكانك مش أصد أقول أن في حد يعني مش وقع عليه ظلم لكن أصد أقول أنه يستحق فرصة أفضل ياخد وهو الرجل زي ما قلت لك عنده شفافية وعدلة في حت التوزيع للعب الأدوار فهو يعني هو لو مش مقتلع به ما كانش جابه أو لو مش مقتلع به زي قندوسي كده كان أعاره لكن هو الرجل يقول لك يعني مقتنع به وحيد دي له فرصة خلال الفترة اللي جاية التلات مباراة اللي بعد سان جورج هم دول بقى اللي هتدي 80 هتبعث رسائل مباراة هتبعث رسائل لجميع النادي الأهلي إنه خلاص بقى فيه شكل شكل يطمئن للنادي الأهلي خلال طبعا نقلته بقى للأصعب اللي جاي أكيد طبعا حيبا فيه ثبات في التشكيل في المرحلة اللي بعد المباريتين دول عشان نبدأ نخوض بقى طبعا هو أول مطش بعد كده هيبقى مطش سيمبا بقى ان شاء الله يوم عشرين أكتوبر بعد الأجندة الدولية بعد مطش منتخب مصر عندنا مطشين زنبيا والجزائر اتناشر وستاشر بعد كده الأهلي يرجع بقى من الإمارات لعبة الأهلي تيجي تيجي تلعب وحتى مباريتين المنتخب كمان سيمبا الأولانيين هيكونوا سيمبا المطش الأولاني هيكون هناك في تنزانيا مباريتين لعبتنا هتيجي هتاخد بقى ستاشر بالليل بعد مطش الجزائر تيجي قاهرة وسنسافر سبعتاشر تنزانيا وردو الموسم صعب جدا رحالة رحالة يعني أنا بشفك بصراحة على لعبة النادي الأهلي من سنتين فاتوا احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده لعبة ما بتلحقش يا عيني تريح وبعدين مهم جدا لواحد جاي يعني لو في معسكر منتخب ولعب مطشين زنبيا والجزائر اتناشر وستاشر اجي القاهرة بقى رايحني يومين لا اتكب هات شلطتك وتعالها رحالة تنزانيا رحالة سيمبا فطبعا يعني أنا مش بقى لعبة دوليين لعبة النادي الأهلي حتى المحترفين كمان اللي هما بيسافروا يروحوا الناس ما بتحسش انه يعني سيبك من المعسكرات والمطشات الناس حتى ما بتحسش انه السفر والترحال ده بيبقى فيه عبء بدني وإرهاق على اللعيب جدا 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 وبعدين كمان بتروح بقى يا أحمد بتقابل رطوبة عالية وملاعب من إيلة بنيلة وجماهير في السيمبا طبعا بس عندهم هناك تقنقلة نوعية بتشجع فراء أهب بجنون وبتقابل بقى طبعا يعني أنا في رأيي ثلاثة أربعة يام بتو أفريقيا دول بياخدوا من عمر اللاعب بصراحة يعني من صحتهم الجو بيأثر فعلا كابتل ما طبعا بيأثر الرطوبة والأكسجين والحاجات دي يعني يمكن احنا كنا بنعاني من حاجات دي مع التغذية بيأثر على مجهودك طبعا بيأثر على كفاءة عضلاتك كل حاجة يا أحمد من الجانب النفسي من الجانب البدني من الجانب الفكري من الجانب المجهود يعني خل بالك فيه فرق أنك أنت أولا في المباراة لما بتلعب مباراة تسعين ديئة بتقب حملة أقصى بالنسبالك عشان ترجع للإستشفى 22 وسبعين ساعة ترجع لحالتك الطبيعية يوم الاثنين عشان تلعب الجمعة أو تلعب الخميس فأنت الاثنين هتلعب يبقى لسه راجع لسه راجع في اليمين دول من حالة استشفى ألعب أقصى تاني تسعين ديئة تاني ودي بتبني بقى طبعا على لعبة الدولين يعني بتبني على عالي معلول بشكل كبير بيتستاو يمكن في مباراة الكاث السوبر شوفنا شكله الإجهاد اللي واقع عليه حتى في أداءه أو دا جاي من آخر بلد الدنيا بصراحة دا يوم وبعدين لعب الشوت التاني فدي كلها حاجات بصراحة يعني بتأثر على اللعبة التغذية زمان كانت تغذية دبات التغذية طبعا أفضل من أيام نحن أيام نحن بناكل في أفريقيا بناكل أكلهم فطبعا لأ دلوقتي دلوقتي ما شاء الله طبعا 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 يعني يعني قافلة ورا طيرة خاصة ودكتور التغذية وعليك طبيعي واستشفى وأجهزة كمان على أعلى مستوى بنخدها معنا في المباراة الأفريقية دي عشان موضوع الاستشفى اللعيبة وإحنا بنتكلم على المنتخب خلينا أسألك بقى كابتن ماهر وده كان واحد من أسئل اللي قلتها أو اللي مهتن بها في مداية الحلقة هل شايف أن المنتخب مصر عنده وفرة لعبين في كل المراكز ولا في مراكز بتعاني منها إحنا هيا المنتخب يبقى بأتكلم عن المعاناة هنا الكرة المصرية مش مش نادي بعين هل في مراكز فيها مشاكل عندنا في المنتخب إحنا قبل المشاكل إحمد ما عندناش الشكل ولا الخريطة ولا أسلوب بتاع القرى المصرية يعني إحنا يعني بصراحة يعني بقلنا فترة يعني مثلا لما تفرق كانتوا ليه آه ده منتخب مصر أما مكتريكا ده منتخب مصر لدينا شكل لدينا طريقة لعب لدينا وضع لدينا تأثير ولدينا يعني بصمة إحنا بصراحة مع الجيل ده مش تقليلا منهم حاسين إن إحنا ما عندناش بصمة تظهر تفرض على الساحة يعني حتى كرة تونسية في أيامها اللي فاتن دي مش هي لكن في شكل كرة جزائرية لها طعم كرة مغربية رحت في حتة تاني كرة السعودية إحنا لسه برضك بالأسف مش قادرين منخبط بالضبط نحط إيدينا على الكرة المصرية اللي إحنا سبقنا بيها أفريقيا من زمان حتى ترتيبنا على مستوى العالم حتى ترتيبنا على أفريقيا مش هو ده الترتيب اللي إليك بكرة مصرية عايزة أقولك إن الخريطة طبعا مش رحيني نفس مش رحيني نفس هو ده اللي إحنا نطوب ونتمنى بس أنت المنافسة يا أحمد بتبان إنك أنت رايح الله هقولك حاجة كابتن مهر بمنتهى الصراحة وخد كلام ده مني رأي جمهور في مصر إحنا حتى المرتين أو التلاتة اللي الدنيا فيهم قربت شوية تنور خلاص كان النور خيالي نهائي أمم أفريقيا قدام الكاميرون بالزبط ونهائي أمم أفريقيا قدام السنغال ووصلنا لكاس العالم في روسيا واش دول أقرب حاجة وبطولة العربية لأسيك بطولة بطولة ودية أنا بكلمك على بطولات بجد يعني كاس العالم ده كان حال لكن كاس أمم أفريقيا مع السنغال وكاس أمم أفريقيا مع الكاميرون دي بطولات بجد في النهاية ما كانش فيه رد برضو نفس يعني يشوفوا صنا نهائي في البطولتين واحدة مع هكتور كوبر والتانية كانت مع كيروش صح؟ بالزبط والناس كانت حاسة برضو أن المنتخب ده مش ده كورتنا يعني مش ده منتخب مصر في عندنا مشكلة حقيقية وهنا دايما كانت حلول بتبقى فكرة الموديل الفني الأجنابي بصراحة يعني رغم أنه إحنا دايما بشوف أنه إنجازاتنا أنا اللي حضرته كابتن جوهري 98 وكابتن حسن شحاته 6 و 8 و 10 ما فيش حاجة يعني أعتقد 86 كان مدير فني أجنابي أعتقد ماكس سميس تقريبا اللي هي بطولة بتاعة بتاعة القاهرة آه عكابتن شحة هنا لكن مع ذلك هم مدربي مصري فأنا عاز أقول لك يا أحمد حتى كمان أنت حنتكلم على الخريطة شوف خريطة النادي الأهلي موظبة إزاي من حرص المرمى لخط الظهر لنص الملعب للمهاجمين كل لعيب مش عايز أقول بديل أو بينافس مع أنك أنت عندك عناصر كتير حلوة عندك عناصر بس وماشا مش عارفين نفصلها لا فعندك مشاكل بردك لسه ما زالت في قلب الدفاع تركز أكتر في ملف كاس العالم وأنك تحدر جيل جديد أسماء جديدة لبطولة كاس العالم تاخد منتخب تحدره وتاخد بطولة أفريقيا على أنها بطولة للتحضير والإعداد لمشوار كاس العالم ولا تراهن على أنها راح ألعب على البطولة فهشتغل مع الحرص الأزيم نحن بردك يا أحمد يعني عشان تستعين تستعين بالمنتخب اللي تحتك اللي هو الأولمبي يعني عنصر أو اتنين اللي ممكن ينضم والمنتخب الأولمبي بطل أفريقيا واللي خرج متاع كابتن شوقي غريم موجود فين دلوقتي في الخريطة شايف في حاجة؟ لا 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 مافيش مع الأسف فعاز أقولك حتى المنتخب اللومبي أو المنتخب الشابب عشان تستعين عنصر أو اتنين اللي ممكن يضاف دل رحمة المجدي كان منور رمضان صبحي كان منور أكرم طبعا أتمنى له السلامة راجع إن شاء الله زي الفل إمام أعتقد برضو قريب جدا يدخل فورما بس كان فيها عناصر كتير جدا بسامة جلال أحمد فتوح وعندما مشاكل يا أحمد كمان في أماكن مؤثرة بشكل بيئة جدا ومنها قلبية دفاع دي مشكلة رهيبة جدا لو أنت ما عندكش أربع لعيبة دوليين على الأعلى مستوى في نفس المركز في كل مركز لا دي دي عايزة حزب تبير ما بقى نجيب الوراء والألم ونقعد نفاقرة كابتن مهر نورت الدينة كابتن مهر نسعد بيك جايما الكلام معك ما بيخلص نسعد بيك كابتن مهر وإن شاء الله موسم يكون موفق ونجح يبسط كل الأهلوية إن شاء الله بشكركم على متابعة حلقة النهاردة بشكر نجمنا الكبير كابتن مهر همام طبعا على وجوده معنا في السادسة بنتشرف بي دايما كل التحية لحضراتكم ونتقبل بكرة حلقة جديدة من السادسة